موسيقى 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 في شهر رمضان واش يتقول والله القلل طلعات في الشمس قدموا تقلال تتغوض عن الأشياء اللي تكون السلبية اللي تتيب العطش بس كلام بصح يعني مفيد الكلام يعني أول ما نرجع من الدمام خلاص نوم نوم ونوم نقضيها طاعة بس نريح يعني قدموا المنقلال نوم عبادة بقى في شهر رمضان والله السؤال صعب الصراحة واش الحال العطش لرمضان واش الحال يعني عشان نصبر على العطش النوم طول النوم وما بتحس بشهر رمضان مشكلة إذا ما تقدر تنام راسك خفيف والله لازم استعين صديقك كل سيد عندك إياه استعين السيد واش قولك واش الحال الحال العطش في شهر رمضان والله لا تاكل شيء تسحر شيء يعطش يعني في العقوب مات يستاكله يعني كلك أشياء يعني لبن روب موز عشان يداد بارتقاله ما تعطش في النهار الحال ما ااكل يعني قبل 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 أدام الفجار ما ااكل شيء نفس المشويات هالسوالف لأنه تعطش هاري بعده ننزن في فترة الفطور الفطور كل اللي تبويه عقوب الفطور واش نسوي عشان إنه نعوض الجسم من السوائل يعني عحين طول الصباح ما نشرب سوائل واش نسوي هل نشرب الشاي يعوضنا او نشرب الماء او واش نشرب عشان يعوض جسمنا الشاي و التمر الشاي مو زي الشاي مو زي الشاي يخليك تدر لبال الشاي مو زي الغفار أو العبادة والصبر على العطش بعد هاي الاختيارات يعني؟ لا لا بس سؤال وتعطي إنا إجابة في ناس تقول مثلا تنظم أكلها في شهر رمضان تنظم شرب كمية من الماء يعني خلال الليل يعني وناس تقول نفطر لا والله هي شا اقول لك يعني اللي عارفة في الدين أن يعني سبحان الله يعني ترد يعني تردوا الواحد من العطش ما لا شون تنشرح يعني بش زمن أصبر على العطش ما عندي شيء يقوله صراحة وفعلا لازم الواحد يصبر يعني غير الصبر ويش بيساوه يمكن يستغفر يتعبد ينام يطلع يتمشى يضيع الحل اللي أنا أقوله يعني نوم خرص تصبروا إياهم نزين نقول لهم سوون لنا لايك وشير وسبسكرا لايك وشير وسبسكرا لايك وشير وسبسكرا هو أخطر شي عند السحور أكثر شي إنما تكتر من الأشياء المالحة تشرب ماء كمية معينة تنظم ماء مالكة طول لما يكون وكتي فطور وتكتر من الخضروات والفواكه هذا أنسب شيء ويش قولك إذا ضربنا على حبة من محمد نور هاليوم ثاني بنعطش؟ لا أوكي لا كده بتعطش لأنه هيش يعطش بس ما يتفوت محمد نور لا يتفوت إذا كان رمضان تبتصوم ما تتعب تفوت نزين ناكل لنا روبة ونشرب لبن هاي أوكي روبة الخضراء الفواكه هذي هؤلاء الأشياء اللي تساعد على أن يكون جسمك ماء وشدي يعطيك العافية هو عادي يعني لو نتسحر في وقت قبل الأدان يعني ثلاث ساعات شدي عشان عقوب نشرب ماء أو نشرب إلا هو اللبن لأشياء إلا ما نتعطش بس إذا تسحرنا قبل نص ساعة من الأدان هذا خلاص يوم ثاني لازم تفوت هاي والله هذا هو ما ناكل أشياء فقيلة ومالحة ونكثب من الماء نكثر من الماء عشان يعوط جسمنا من السوائل اللي راحت في فترة الصيام ايه عادي إجابة مفيدة ومختصرة يعطيك العافية الحل العطش في شهر رمضان والله إذا بتتكلم عني أنا أنا آكل إيروب بالليل وموزة بس يمكن الصبح حالي يسوي يعني أوكي يخليك ما تعطش أو حتى ما تجو بس العصر خصوصا هالحزة يعني يكون الواحد عطشان وينش الحل له هالي ينام سوي رياضة يتمشي يقزر تعطش سوي رياضة بطعطشة زياد بعد يعني تنام ايه تنام أحسن مالك اللان ايه خليك في البيت ونام بس هذا ايه تقرأ قرآن ازاي ما تفكر ما تفكر في الش اسمه في الأكل وفي ذي تنسوه يعني مستحيل الواحد في شهر رمضان ينسى الأكل وينسشر مستحيل بينما بينك النوم بعد ذرا يفيد يعني النوم يعني النوم يعني قولك اللي يصبرنا على العطش النوم النوم و طيب واتقد لي الفطور أمرك طيبة الحل انك ما تاكل أملاح في السحور وصير يومك بخير فيها فكرة يعني ما ناكل أملاح أو لهول نفس ما نقول يعني عيش أو شي عطش في شهر في السحور مشويات يمكن ومن بعد الفطور تكثر في السوائل يعني مو مرة واحدة تقعد تشرب تشرب على فترات متفاوتة وخلاص يعني تعوض هذا اللي كنت تشربه في اليوم العادي تشربه من الفطور إلى السحور عشان يعوض جسمك الماء الماء يصير تشرب كامل كمية مرة واحدة وتواصل لا لازم على دفاعات عشان استفيد منها جسمك زين الشاي عطش لا ما يسوي شي الشاي يخليك تفقد سوائل لأن الشاي كل ما تشرب شاي يخلي أبوال فأورادي يفقد الجسم من السوائل نفطر في الأغمار نفطر كيف نفطر نصوم إحنا نصائمين إحنا نفطر ما في حال يعني إنا لا ما في حال الحال يمكن أن تاكل أشياء أو تشرب أشياء تساعدك على الصوم مثلاً اللبن إيه والروب الروب اللبن تاكل أشياء ما فيها ملاح مو تضرب ليه على مشويات تبتصمه وتقدر تصمه كيف كان لبن فيه ملاح؟ لبن غير الأملاح اللي فيه غير عن المشويات السهور يكون مضبوطة يعني تعدل أكلك في شهر رمض نعم يعني السهور يكون خفيف مبثقين خفيف يوم ثاني بعموت من الجوع لا يكل الفطور على هني يعني يكل خضراتك بس وقت السهور أعدل هذا نزين من الفطور إلى السحور لازم نعدل شربنا للماء فيه ناس ما تشرب ماء إلا ويا الفطور وقبل السحور يعني قبل السحور يشرب لك لترين ماء هذا ما يفيده كله يروح بس إذا أخذنا الماء وشربنا في فترات متفاوتة وشربنا وكمية كبيرة بس متفاوتة بيكون أفضل لهم عادل يوم واش تقول الفكرة يبين عليه أخ الصائلة وين عليكم شاء الله واش رأيكم شاء الله واش رأيكم دكتور لا واجد عليه دكتور صراحة هذا اللبن اللبن على السحور زين إذا اللبن بتشربه قبل بخمس دقائق وما أكل لكم أشويات ما بفيدك اللبن بتندي أكل المشويات قبل بوجة يعني مرة تسحبت بمشويات ايه ما يسوا ما يسوا يدري نزين واش نصيحتك إلا العطش اللي يعطشون العصر يعني واش نصيحتك إليهم واش يسوون عشان ينسون العطش ما يشربون العصر ما يشربون العصر العصر واش يسوون يشربونها قبل الأجانة زين العصر ممكن يسوون رياضة أو إنهم ينامون أو يتعبدون فكرة لولا ايه لا عطشي قبل لك نام تشرب حليب حليب ما بتموا إياك لنهاية اليوم واش الحل العطش نبه حل جدري خلك في البيت بس واش بدا دوام ها دوام ما أدري والله اللي عنده قلت ما أدري ما في حال يعني ما في حال تحمل بعد هاذا يسافة كل سنة بل لازم نتحمل الصراحة عجب واش قولك واش الحال لبان 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 قبل الأدام لبان لو حليب أنا عندي الحال الحال تتسحر بشي يكون مو مالح يعني تعرف خبز الأرقاق أه ويا حليب عصير موزين بعد يفب الغراض وتشرب ماي من الفطور إلى السحور بكمية متفاوتة وتعوض يعني انت الحين اليوم الصبح ما تشرب ماي في النهار ما تشرب ماء الليل تعوض الماء اللي راح من جسمك عرفت شلون له فشدي يصير حال هذا ويا الحال بعد إذا هالسنة إن شاء الله مو حال ما في حال نفس قبل سنين قبل أربع خمس سنين ورا ما في حال يعني هلا العطش بتعطش بتعطش ما عليك ما عليك اللي تفطر واش قالكم ما عليك ما عليك ما عليك ما عليك مشكلة مشكلة هادة باع كثر من السوائل بالليل وغيرها اللبن تشرب اللبن قبل لا تنام زين والفواكه زينة بس وأمورك طيب ها كنا اليوم صايم ما تسحر أكلت بس بارتقالتين وغيرها وغيرها ولا حسب عطش يعطيك العاف الله يعافيك ما شرفت معي لا لا تشرب معي لا يعني بحال ما يخلينا نعطش في شهر رمضان في الوقت الرهن بس يقيد في البيت على حزب الظروف يعني كورونا وما كورونا بس نعم طول اليوم صل ونام مزين اللي عليهم دوامة اللي عليهم دوامة يضرب لها سكليب خوك سكليب بعد يقول لك في بعد شكاله و بعد في شهر رمضان هالي راح الصوم راح على هالخبر ويش سوى الوضع شديد مش كنا ويش سوى يقول لك عند أخيرنا خلاص لحن درجة الحرارة جاي على فالأربعين وما فوق ما نقطع مسافة قولك من هو مسافة ويه مسافة كلها في السيارة قاعد لا مسافة نقطع كم كيلو عشان انها صرنا مسافرين ونشرب مان يعني طلع من هالا ستروش ياجر على هالحاسوية ماشي بالسيارة سيارة ماشي ولا عقبات ربعا حاجب بلنا عجل ناخد لفة على جو وانتراجع ومار على خزاك الله يبليس مجمع الصيني وشرب ماء هناك مرة واحدة وياهو حين نبال نجح طبيعي الحال في الأميرة موسيقى 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 اشتركوا في القناة